موسيقى ان شاء الله هنستكمل الرسائل التوعوية الخاصة بكيفية الوقاية من مرض كوفيد 19 او فيروس الكورونا المستجد هنتكلم على تنظيف وتطهير الاسطح الجزئية دي جزئية مهمة لان زي ما سبق وقلنا قبل كده دي واحدة من طرق انتقال العدل انك انت حضرتك تطهير الاسطح ثم تطهير الاسطح دي احد طرق انتقال العدل عشان كده احنا دايما عندنا رسالة دي رسالة دايما بنقولها لعامة الناس يبقى احنا نتكلم على تطهير وتنظيف الاسطح سؤال اللي لازم يتبادر في الزهن هو الفيروس بيتواجد على الاسطح لفترة قدقية لمدة قدقية هو اتعمل الدراسة اتنشرت فيه النيو انجلاند جورنال اف مادسن الدراسة دي يعني كانت بتتكلم على انه بيفضل كايريسول في الارفور اف توقف انها تغيرت Advanced الوحو قالت في القصة دي الاسطح المعدنية او على الكبر او على نحاس العملات المعدنية فى الفيروس من القاتين على الكاراتين طبعا دي دراسة ووارد ان في المستقبل تبقى في دراسات اخرى تتكلم في هذا الشعب طيب احنا هنستخدم ايه هنستخدم في المقام الاول في التطهير والتنظيف الكحول الكلور المنزيلي وخصوصا الكولوركس يعني هو ده افضل افضل حاجة وارخص حاجة وطبعا احنا بنستخدمه بطريقتين بنستخدمه لتنظيف الارضيات وهنا في الحالة دي تركيز الكولور بيبقى مقدار من الكولور امامه تسع مقدار من المية وبنستخدمه لتنظيف الاسطح وفي الحالة دي بنحط بنجيب لتر مية بنسحب منه 20 سنتين نحط مكانه مكلور يبقى ده التركيز اللي نستخدمه عشان تطهير وتنظيف الاسطح طيب هل يجوز ان احنا نستخدم دي تول في التطهير؟ او نستخدم اليزول؟ الحقيقة لا دي تول ولا ليسول خطوة اللي بعد كده بقى ايه الاسطح اللي هنقوم بتطهيرها؟ طبعا الاسطح اللي هنقوم بتطهيرها دي حاجات كتيرة ومختلفة يعني القكر بتاعة البواب او باب الشقة الحنفيات الموبايلات والتليفونات على وجه العموم التربيزات الكريدت كارد تيرمنالز اللي هم مكينات صرف اللي هي بتاعت الاتيام في المولات او في المطارات العربيات الاستان السيلي اللي بتحط عليها البضاعة او الكلام ده الكاردور هندلز زي ما يكونوا مثلا بركب عربيته او بركب تاكس او الكلام ده السنديق المهملات دي كلات دي حاجات المفروض ان الاسطح دي تتطهر اللي يعني وطبعا يعني الموبايلات دي مهمة خالص يعني شيء مهمة او ان احنا ناخد بالنا منه بالاضافة للسيرفز المختلفة طبعا برضو الاسطح يعني مثلا في المطابق مثلا على سبيل المثال اسطح دي برضو محتاجة انها تتطهر وتتنظف لو جينا نبص ليه اه دورات المياه اه وخصوصا لو كان ده في مكان عمل او في مكان اه عام الحقيقة دورات المياه دي يعني اه الحنفيات العلبة بتاعت المنشفة الباسكت الفواطة القعدة بتاعت الكمبينيشن او الغطة اه 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 والزر بتاعها اللي بضغط عليه اللي موجود فوق ده يعني الحقيقة يعني ده مكان كل قطعة فيه وارد انها تبقى طريقة اه وارد ده كمان في مشكلة تانية في اماكن العمل يعني والناس اللي بتتردد على اماكن العمل دي لازم تاخد بالها كويس قوي لانه اه زي ما قلنا الاوكر بتاعت الابواب الكيبورد وخصوصا لو كان بيشتغل عليه اكتر من حد الحنفيات تليفونات او الموبايلات الماوس اه لو في بقى اماكن موجود فيها لا براد اه لا اه غلاية يعني الكاتل الكلام ده كله ده هايلي توتشت سيرفز برضو في اماكن العمل يعني فيه تركيز مفوض يكون فيه اه 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 اكسر الاماكن هايلي توتشت سيرفز في مكان العمل الحنفيات زي ما قلنا اه بعد كده لو فيه مايكرو ويف في المكان اه اه الماوس الكيبورد اسف اللي لو فيه تلاجة بتتفتح وبتتقفل باب التلاجة ده نفسه نفس نفس القصه برضو هايلي توتشت سيرفز وبعدين الكولمن اللي بيكون موجود الضغط عليه الضغط على الزر ده عشان ينزل مياه سواء كان الكلام ده بقى في مكان عمل او كده ده برضو ده هايلي توتشت سيرفز اه المكتب المكتب اللي حزتك بتقول تشتغل عليه ده هايلي توتشت سيرفز المنج وخصوصا لو كانت الكوبايات دي فيه اكتر من حد بيستخدمها ده هايلي توتشت سيرفز زي ما قلنا الكيبورد والموس الاتنين الحقيقة دول هايلي توتشت سيرفزز مكنة التصوير مكنة التصوير نفسها برضو ده سيرفز وممكن يبقى كنتاميناتد ويبقى هايلي توتشت سيرفز زي ما قلنا برضو الاوكر والبواب ده برضو ده مشكلة تانية الموبايلات زي ما قلنا اه يعني اذا في مكان العمل موجود حاجات كتير قوي ممكن اه تتسبب فيه نقل العدوى وما ربقاش واخدين بالنا منها يعني على سبيل المثال اه زي ما قلنا المجات اللي لو فيه غلاية ولا براد ولا الكلام ده المناشف اللي فعل مناديل للورق سطح المكتب التليفونات الترابيزات اه 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 لو فيه بقى فاكس لو فيه مكان التصوير السلالم وهو طالع عليها الاوكر الكمبيوتر بصفة عامة اه بالاضافة طبعا لو فيه اه 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 سوب بامب فيه في بعض الاحواط بيبقى موجود جنبها مكان بتضغط عليه علشان يطلع لك وخصصا في الفنادق عشان يطلع الصمون او كلام ده ده برضو التولد اه لو فيه اه يعني اه برضو الحنفيات الاه اه الأسنصيرات الزرار اللي انت بتضغط عليها علشان تطلع او تنزل يا الحقيقة يعني يعني اماكن كترة جدا فلازم ناخد بالها ولازم الاماكن دي يتم اه تطهيرها وتنظفها بصفة مستمرة برضو المطابخ المطابخ الحنفيات زي ما قولنا قبل كده. الحواض. حتى الحواض. الاكر بتاعة البواب او باب الشقة. مفاتيح بتاعة الكهرباء. برضو من خلال التلامس ممكن تكون مصدر لنقل العدوى. السلالم المتحركة زي مثلا في المولاد او في الفنادق او كلام ده السلالم دي اه يعني اه يعني ده الشكل ده غلط. المفروض الواحد تبقى ديه جنبه ودونت تاتش. الاكر الكبيرة برضو ده لما بيكون برضو اه داخل انت على قاعة او كلام ده ده برضو تاخد بالك برضو ده مش يعني تدخل بكتفك. تزوء الباب بكتفك. انما ما تلمس بيدك. لو انت موجود في وسيلة مواصلات. لو موجود مثلا في مترو. لو موجود اه في اوتوبيس. الكل الكل القوائم المعدنية دي اه اه وارد انها تبقى كنتامينيتد. ده مش بس كده كمان. ده العليقات اللي موجودة فوق دي. حظاك لما بتيجي تلمسها. انت لو ايدك كنتامينيتد برضو هتبقى طريقة لانتقال العدوى. فبرضو ده اه غير مستحب. رسالة بتاعتنا. don't touch. don't touch surfaces and objects. الحقيقة دي اه اه لازم تبقى frequently contaminated surfaces دي. او highly touched surfaces دي. لو سمحت خد بالك. ودايما السيرفسيز دي تبقى اه اه يتم تطهيرها بصفة مستمرة. كل الاجراءات دي هيكون من شأنها لو اتبعناها. انها هتقلل من معدل انتشار المرض. وده في نهاية هيكون له مرضود ايجابي على صحة المجتمع وعلى صحتنا. وشكرا جزيزي.